يا هلو مرحبا فيكم قصتي اليوم تتحدث عن قصة صارت أحداثها في السبعينات كان في واحد اسمه بدر كان عايش في بيئة بسيطة لكن الله عطاه الجمال وعطاه الذكاء اللي على طول من يعطوه أهل مسألة أو أصدقاء أو حتى المعلمين على طول يحلها مثل الكمبيوتر لدرجة أنه كان متفوق جدا كمل تعليمه بسرعة عشان يحصل على الشهادة الجامعية بدر كان عنده أخوان وخوات وكان هو بكر أمه وأبوه معناها أن أبوه أمه متكلين عليه في كل شيء وسبحان الله كان مميز هذا الرجل عن باقي أهله هذا الرجل بدر كان مسمي منه صغير حق بنت عمه اللي اسمها عايشة لكن بدر كل ما قالوا لأهله خلص تعليمك عشان تتزوج بنت عمك كان يحس بغصة داخل قلبه وندم وكان متضايق بهذا الاسم من تنجاب سيرتها لأنه ما كان يبي يتزوجها وما كان يكنلها أي مشاعر كان يحسبها حسبة خواته لكن هذا العرف والقانون عندهم في ذاك الوقت إن البنت تاخذ ولد عمها وإن الولد ياخذ بنت عمه وعلى هذا المنوال لدرجة إن أختها كانت برضو مسمية حق أخو عايشة اللي يصير ولد عمها وكانت أختها فرحانة جدا إنها رح تتزوج من ولد عمها لكن هذا بدر تخرج من الجامعة بسرعة وعلى طول توظف مثل ما قلت لكم الذكاء لعب دور في دراسته فعشان كذا أبوه على طول راح له وقال له استعد يا بدر عشان نبين زوجك بدر ما كان يبيها وكان يبي يقول لأبوه أنا ما بيها بس خايف من ردة فعل أبوه إذا قال له الكلمة وبالأخص إن أختها كانت مخطوبة حق أخوها أخو عايشة فما هو عارف يتصرف بدر وكان اللي يقدر عليه فقط إنه يأجل موضوع زواجه إلى أن جاء يوم من الأيام وجت وحدة زارتهم لكن هذه الوحدة سبحان ما خلقها الشكل عادي صحيح لكنها مرة جذابة كانوا أول يلبسون عبايات ويتغطون لكن هذه صديقة أخته لما جات كانت فاتشة عن البوشية أو الطرحة اللي لابستنها على راسها عشان تسولف مع أخته وهو بالصدفة شافها وأعجب فيها وعلى طول راح يركض وسأل أخته مين هذه البنت قالت لأخته هذه البنت رفعة بنت جيراننا فعلى طول بدر تعلق قلبه في رفعة وقال خلاص أنا بقول لأبوي أني أبي رفعة على الأقل ما يزعل علي كثير لأنه هذه بعد بنت الجيران فبدر انتظر يوم من الأيام لما أبوه وأمه يصيرون في وقت مرتاحين وغالبا ما يحطون الشاهي وقت العصاري راح بدر وجلس جنبهم وقال حق أمه وأبوه أبي أكلمكم في موضوع قالت لأمه تفضل يا ولدي اشتبي قال لهم أنا صراحة بنت عمي أعزها وقدرها واحترمها واخدمها بعيوني لكن للأسف عايشة مبلي ولا أنا العايشة أنا أكنلها كل الاحترام لكن ما أبيها أنا يبا أبي أتزوج من رفعة بنت جيراننا قام أبوه ومسك العقال وقال لا اسمع إياني وياك تعيد هذا الكلام مرة ثانية والله إن قلت هالسيرة لأي أحد أو فتحت ثمك بهذا الكلام اللي ما لا معنى صدقني بتروح وطي وهذا نهددك إن هذا الكلام لا حد يسمعه لا من قريب ولا من بعيد أنت تبي تودينا في وطي؟ أنت ما تدري إن أختك مسمية الولد عمها؟ أنت ما تدري إن أختك متولعة في ولد عمها؟ وإذا أنت رفضت بنتهم أكيد أهم بيرفضوا بنتنا وبعدين بتكسر قلبين قلب بنت عمك وقلب أختك فهذا الكلام ما بيتكرر مرة ثانية فهمت ولا لا يا بدر؟ قام بدر وشاف إن الوضع خطير بمجرد إن طره السالفة عصب أبوه وكذلك أمه وشاف إن حتى أخته راح تضايق وتزعل منه بعدين قاعد يفكر ويقنع نفسه ويصبرها إنه يقبل يتزوج بنت عمه لكن يقالبها يمين يقالبها شمال بدر موجا يتقبل وكان دائما في وقت الدوام زعلان ومضايق وكان هذا بدر معاه صديق جدا جدا يحبه وهذا الصديق مثل ما تقولون أخو دنيا فكان على طول يجلس معاه ويقول لا شفيك يا بدر؟ فضفض قول شنو اللي مضايقك؟ قال لبدر الصراحة في شي ناغزني وعاصر قلبي أهلي بوي زوجوني بنت عمي وأنا ما بيها إيش الحل؟ قال لصديقة خلاص أهرب قالي والله ما في لها الحل ولا أنا مستحيل آخذها عايشة كانت جدا متعلقة في بدر وكان من يطرولها أهلها اسم بدر تهل هلايل النجوم والفراشات قدام عينها وتفرح فرح كبير وكل يوم هذه عايشة تدعي ربها على صلاتها إن الله يقرب لها ذاك اليوم اللي تصير أخيرا في سقف واحد مع حبيب حياتها واللي تفكر فيه على طول اللي هو لدعمها بدر وظلوا على هذا الحال إلى لما وصلت الإجازة جاه أبو بدر وقال له الآن يا بدر لازم تتضبط وتتجهز وشكتك موجودة وكل شي مستوي ومرتب لازم نروح ونخطب بنت الناس قام بدر وقال أنا ما بي أروح أخطبها قال لأبوه غصب عليك رح تخطبها قول لك إذا ما رحت رح تاكل ضرب لما تقول أمين قام بدر وظل يحاول في أبوه وراح لما يترجاها إن ما يبي هذه البنت لكن دون فايدة إلى أن تعب من أبوه وفعلا راح أبوه ويا العشيرة بدون هذا بدر وخطبه والبنت البنت هنا عايشة ماتت من الفرح إن جاء هذا بدر وخطبها كيف لا وهي اللي تحبه بعد هذا كله لما طلعوا الرجال وقدموا أفضل ما عندهم حق هذه الخطبة راحت تركض عايشة حق أبوها وتقول لها يبا شلون شفت بدر شلون جاء وشنو تكلم وشنو قال قال لها أبوها لا بدر ما جاء قالت لها ليش يبا قال لها والله مشغول في العمل عشان كذا ما جاء فشوي عايشة نغزها قلبها لكن قالت لا هذا أكيد يمكن يخجل إنه يجي أو عنده مشاغل وظلت على هذا الحال دائما تعطيه أعذار على تجاهل إياها وبعدها بأسبوع جاء أهل عايشة يخطبوا أخت هذا الولد بدر حق ولدهم وكانت هذه أخت بدر جدا فرحانة وسعيدة والولد أيضا جمعاهم وفرحان وسعيد إنه بياخذ أخت بدر أخيرا بتصير زوجته وصارت الخطبة وتم الأمر على ما يرام هنا الأب قاعد يفكر الحين هذا بدر ما عنده أي تصرف ولا مبادرة اتجاه هذه البنت والبنت ما يبون يكسرون بقلبها فراح أبو بدر وقال له اسمع إحنا بكرة بنروح حق عايشة وبتروح معاي وبتودي لها هدية باقة ورد قام هذا الولد اللي هو بدر قال له ابوه أنا ماني رايح مكان ولا تغصبوني إني أودي بقى تورد حق ناس أنا ما حبهم قام أبوه وضرب ضرب لما خلاص تعب منا هذا بدر وراح وهرب من البيت ظل أسبوع أسبوعين إلى أن الأم هنا اترجت أبو بدر إنه يرحم ولده ولا يضايقه ويخليه على راحته وأكيد الحين بعد ما خطبنا البنت راح يتزوجها بدر فلا تضغط عليه يجيب لها بدر وارد وغيره أكيد مع الزمن شوي شوي بدر راح يحبها وخصوصا إذا تم الزواج وشافها المشكلة إن عايشة مسكينة ما كانت تتمتع بذاك الجمال ولا ذاك التعليم فكان هو يشوفها أقل مننا جمال وأقل مننا ثقافة وتعليم فكان بدر طوال هذه المدة يفكر يبي يفركش هذا الزواج بأي وسيلة لكن دون فايدة لدرجة إن حددوا موعد الزواج زواج بدر من عايشة والكل فرحانين والأهل يسوون الحنة ويسوون أغراض العرس لدرجة إن الكل هناك فرحانين حتى أنوار الزواج حطوها وكانت الحارة كلها تضج ضجة وحدة وسعيدين في ذاك اليوم جاء أبو بدر ومسك ولده وقال له لازم تتزوج من هذه البنت عايشة وإذا أنت ما أتممت الزواج أنا راح أذبحك وأتخلى عنك ومو بس كذا راح أتبرى منك إلى يوم الدين فهذا بدر قال له أنا ما أبيها ولا تغصبوني عليها وظل إلى أحلح من هذا الكلام وقام أبو برضو وضرب وزف في يوم الزفاف على عايشة ولما تزوجت عايشة من بدر كانت عايشة تشوف بدر جدا متضايق وما يحب يطالعها ولا يحب يسولف معها وكان دائما يعملها بغرور وتعجرف ومو بس كذا كان كله في بيت أهله حتى النام ما ينام هناك في شقةه لدرجة أنها يوم من الأيام قعدت تتراضيه وتقول له يا بدر شنو اللي مضايقك مني أنا سويت لك حاجة أنا ترى أحبك ومن زمان ما في أحد في بالي إلا أنت يا بدر ظل بدر صامت ومرت الأيام وفعلا ظل معاها عايش بدر شهر متحمل هذه العيشة مو قادر يتقبل عايشة وإخته كانت تجهز أغراض عرسها لأن تعرفون أول الزواج ما يكلف مثل الحين يزوجون في السطوح وخلاص يزفون هذا على هذه ما في لا قاعات ولا أفراح ولا غيرها قامت هذه أخت بدر فرحانة تجهز حق عرسها بعد شهر من زواج أخوهم لكن اللي حصل أن عايشة راحت بتأهلها قبل ما يمضي هذا الشهر وقالت أنا مم استعدة أعيش مع واحد ما يبيني أنتوا فرضتوني عليه فرض ليش تسوون فيني كذا وهو ما يبيني وهو ما يحبني ولا جاي يتقبلني فلما جمعوا الأهل بدر وعايشة يابوني لملمون الموضوع لأن أول موضوع الطلاق كأن موضوع فضيحة وحاولوا إنهم يهدون السالفة قالت عايشة لا تجبروني على واحد ما يبيني أنا مقطية وادفع ثمن أخوي عشان يتزوج أروح أتزوج واحد هو ما يبيني وكان بدر جالس فقال لها بصراحة أنت مجاية تفهمين حاولت أن أحز حاولت أبين لك لكن أنت مجاية تعرفين أني أنا ما بيك ولا أحبك يلا قط مرة بدر مني شيء اتجاهك إشلون تتمسكين في شيء ما بادرك بنفس الشعور فقامت هذه عايشة تصيح وقف بدر وقال أنت طالق قدام إخوانها كلهم وانهارت عايشة وأغمى عليها بدر هنا راح خايف من أبو أن يذبحه وهرب من الديرة وما شافوا من بعد هذا اليوم أما عايشة صارت الأوضاع مختبصة معاها والدنيا كلهم حواليها خايفين على صحتها أما أخت بدر خافت أن حياتها تخترب بسبب فعلتها هذه المشينة وما كانت تتصور أن هذا الي حبها ويبي تزوجها تمسك بكلام أمه وأبوه وقال والله ثم والله أني ما أتزوجها بما أن أخوها بدر هذا اللي ما يستاهل أختي سوى فيها هذا الشكل وفعلا راحة وأهلة وخطبولة بنت خالتة وتزوجها أما عايشة شافت نفسها كل يوم تعبانة أكثر من قبل وما هي عارفة وش فيها لما وداها المستشفى للأسف اكتشفوا أنها حامل ولذلك لازم ترجع حق بدر فحاولوا يلملمون الموضوع وحاولوا يكلمون أبو بدر أن يحاول في ولده يرجع العايشة بالأخص أنها حامل فقام أبو بدر يبحث عن ولده لكن دون فايدة إلى أن وصل إلى دوامه وقال أبي أقابل ولدي لما شاف ولده في العمل قال لا ترى امرتك حامل ونبيك بالهداوة ترجع لها قال أنا ما رح أرجع لكم وأنا تبروا مني وانسوني واشطبوا اسمي من قائمة عائلتكم مجاي أضحي بنفسي عشانكم قال لا ترى طليقتك عايشة حامل قال بدر وكيت تنعم فيه أنا لا يمكن أني أرجع لها حامل محامل هذا شي ما يخصني رجع أبو بدر وهو ضايع وما هو عارف إيش يتصرف هالبدر هذا فركش العيلة وخرب حياة أخته وكذلك خرب حياة بنت عمه اللي صارت الحين مطلقة وحامل يعني من يبيها الآن ما حد يبي يتزوجها فقام يوم من الأيام صديق هذا بدر وقال لا وش فيك يا بدر زهقان قال لا بدر ما تشوف أنا مضايق لا أهلي يعرفوني ولا يسئلون عني وغير كذا أختي ما أقدر أشوفها في البيت لأني إذا شفتها بأن ابني ضميري لكن إيش أسوي مستحيل أضحي عشانها من أجل حياتي عايشة ما بيها مو بالجبر فقام صديقة فهد قال لا تعرف شلون ما في إلا أنك تجي معاي وتسكن في البيت عندنا ملحق كامل عبارة عن مجلس وغرفة نوم نجيب لك أسرة ونخليه على شكل غرفة وتنام هناك ويانا وتقعد وتاكل وتشرب حالك حالي قال له مشكور وجزاك الله ألف خير قال له فهد لا بالعكس يا بدر أنت تعرف غلاوتك وأنت مثل أخوي وفعلا بدر راح مع هذا الرجل فهد صديقة فعلا إلى بيتهم وكان دائما يفكر بمشكلته هذه شلون يحلها وكل يوم يمضي عن يوم يشتد تفكير بدر أكثر من أول في يوم من الأيام جال هذا فهد وقال له يا بدر ما تنسى خلاص صالفتك مع أهلك عيش حياتك قال له بدر شلون أعيش حياتي يا فهد أنت ما تشوف الأوضاع أنا الحين مثل المقطوع من شجرة أنا كنت مدلل دلال عند أبوي وأمي أمي ما كانت تنام لما أنا أنام وأبوي كان يشتري لي الأشياء اللي ما شراها لإخواني ولا راح يشتريها لهم كيف لا وأنا بكرهم وأنا الحين ما قدر أروح أصلا الحارة لو أروح الكل بضج علي ضجة فقال له فهد اسمع يا بدر ليش ما تعيش حياتك وتخطب واحدة وتتزوجها قام بدر يبحك قالوا يا ترى مين تقبل في واحد مطلق وزوجته حامل قال له فهد اختي يا بدر تصلح لك نفس المواصفات اللي تبي قال له بدر يا فهد أنا أبي وحدة بمواصفات معينة تكون مثقفة ومتعلمة وتكون جميلة فقال له فهد اختي نفس المواصفات لكن أنا ما صارحت لا أمي ولا أختي ما عندهم علم في الموضوع لكن أنا كحل لقصتك هذ يا بدر وبالأخص أنك أنت معزول الآن وما حد يبيك فقال له بدر أوكي كلمهم وإن شاء الله خير وفعلا لما هذا فهد كلم أمه وكذلك أخته وافقت الأم لكن أخت فهد اللي هي شيخة قالت أنا ما رح أتزوجه إلا لما أشوف ورقة الطلاق من زوجته لأن كلام هذا رايح جاي ما يفيدنا لازم ورق رسمي فلذلك بدر لازم يطلقها بشكل رسمي وفعلا راح يخلص إجراءات طلاقها في المحاكم لما فعلا حصل على طلاق رسمي من هذه المرأة عايشة وعايشة فعلا كانت عايشة في أوضاع مأساة الله لا يوريكم إياها بسبب فعلة هذا بدر بدر فعلا لما خطب هذه البنت قالت هذه الأم لازم يجون أهله وعشيرته عشان يسوي ملكه أو عقد رسمي لكن قال لها فهد يا يمه أنت شايفتها الحين يأكل ويشرب معانا ما عنده أهل أهله متبرين منه بسبب هذه الفعلة فأنتوا لا تضيقون عليه قالت الأم على بركة الله إحنا شفنا هذا شهوره ويانا ما شفنا منه إلا كل خير وفعلا حصل زواج بدر من هذه شيخة وكان بدر فرحان وسعيد إن أخيرا لقى البنت اللي حبها لأن كانت شيخة ذكية على صغر عمرها وكانت تعرف شلون تتعامل وياه وكانت على إنها ما تحملت تعليمها لكنها مثقفة وما كانت تنزل من قيمتها تبين لحبها لأن الرجل إذا شاف المرأة يعني قطة نفسها عليه خلاص وهو يشوف نفسه يتكبر عليها فقامت هذه البنت شيخة سوي لكل اللي ما شافه من عايشة وقال بدر سبحان من خلق وفرق عايشة عشت معاها شهر كامل حاولت بشتة طرق لكن ما قدرت إنها تخليني أحبها وانتي سبحان الله من أول ما شفتك دخلتي قلبي وفعلا عاش معاهم بدر في نفس البيت وهو متزوج بنتهم وأهل أبدا ما يعرفون عنه شيء إلى أن هذه عايشة ولدت ولدها وسمتها يونس والآن لازم هذا بدر اكتب الولد باسمه فقام هذا بدر وأخذ الولد سبحان الله وسمى يونس لكن مو باسم طليقته لا سجل الولد باسم زوجته يعني ما يبي أصلا أي علاقة وأي صلة بهذه طليقته يعني عايشة من هذه الزيجة طلعت مثل المولد بلا حمص وهذا بحد ذاته عصر قلب عايشة وخلاها تعاني الألم والحسرة أنه حتى ما تبينك تبين أن هذا الطفل جبته منك أنا عايشة رحته سجلته باسم زوجتك وبعدها جابت هذه زوجة بدر شيخة بنات وأولاد والحين مضى على زواجهم سبع سنوات وأهلا معادينا ما يبون أي علاقة معاه لكن هنا ناس الأخيار قالوا لازم هذا الرجل يرجع الأهلا ما يصير تتبرون منه بهذه الطريقة وبعدها قام هذا الولد بدر وقنع زوجتها أنهم يروحون الأهلا يسلمون عليهم وفعلا شيخة وراء زوجها راحت شيخة إلى أهل زوجها في هذه الحارة الصغيرة وسلمت على أبو زوجها وكذلك على أمه لكن هذه أختها اللي قطع نصيبها بدر ما رضت تطلع وتسلم عليهم قفلت عليها الباب وبعد هذه زيارة تكررت زيارة بدر وشيخة مع عيالهم وبالأخص أن أبو بدر وأم بدر حنونين ويحبون الأطفال لذلك كانوا دائما يحبون شيخة تجيب عيالها لأنهم يحبون يلعبون مع أحفادهم وبكذا شوي شوي قامت ترجع الأمور المجاريها لدرجة أن قالوا له خلاص يا بدر تعال واسكن معنا لكن أختها قالت لأبوها والله يا يوبا لو يجي ويسكن معنا أنا أطلع من البيت وفره جيج ما رح تشوفوني قام أبوها وحاولوا يصلحون الموضوع لكن دون فايدة أخت بدر ما هي راضية صالحة ولا هي راضية تشوف زوجته ولا عيالها وفعلا بعد هذا الموقف بدر ما شاف ولده هذا يونس ولا حتى زيارة كبر يونس بوسط أهله وعشيرته بينما عيال بدر صحيح تربوا لكن دفعوا ثمن فعلة أبوهم عيالا اللي من زوجته شيخة فكانوا زي المهجرين يعني عايشين في منطقة بعيدة أهم مع أبوهم لدرجة أن بعد فترة خلاص عياله ما قاموا يزورون جدهم لأنه كان مريض وما كان هناك عماتهم مو صلح معاهم فشوي شوي كبروا البنات وتزوجوا من أهل أمهم هذا بدر لما شاف وضعه كذا شربيت وسكن فيه أيضا بعيد عن أهله وظل هناك وجاز واجه ولد يونس وزوجه وهو كأنه حاضر غايب يعني فقط اسم لغير لا ولد يعرفه وله يعرف ولده أما أخت بدر ضلت على وضعها لا تزوجت ولا أخذت ولا دعمها ولا دعمها تزوج وجاب عيال وهي محسرة قاعدة للأسف أن أهلها ما رضوا يطلعونها بر العيلة الأب هنا أبو بدر كذلك أم بدر للأسف أنهم توفوا وما بقى لبدر زيارة الأهلة لأن كلهم ما لهم علاقة وياه سلام عليكم السلام فقط فبدر كان مرة حزينة على وفاة أمه وأبوه بهذا الشكل اللي ما قضى معاهم وقت أطول وكل ما يجي لبدر يحس بالندم على فعلته هذه ويقول صحيح اللي سويته خطأ كبير لكن حزنت أبوي وحزنت أمي وضايقتهم وزعلتهم مني إلى أن سبحان الله بدر على الرغم من أنه سكن بعيد لكن الله رزق أموال كثيرة أراضي ومزارع وبيوت وأملاك وكذلك مصانع سوالة اسم تجاري لنفسه فكانوا عياله من أغنى الأغنياء لدرجة أنه لما كبروا عياله صاروا أهم اللي مالكين ودايرين هالشركات وهالمزارع وهالمنتجات الزراعية كذلك قائمة حياتهم عال العال إلى أن للأسف بدر جال ذاك المرض المرض الخبيث وحزنوا عليه عياله وكل يوم يصيحون يبكون سبب أنهم ما يبون يفارقونه لكن طلب منهم أبوهم طلب غريب وقال لهم يا عيالي قبل ما موت أبي تجيبون أخوكم يونس نبي نشوفه وبأكلمه كلام خاص بيني وبينه قالوا له يبقى أنت عارف يونس ما لنا علاقة فيه صحيح أنه أخونا لكن فقط اسم ما نعرفه ولا يعرفنا قال لهم بدر أبي أشوفه يعني أبي أشوفه تجيبون لي وفعلا قاموا أخوانه واتصلوا على يونس وقالوا له تعال أبوك يحتضر ويبي يشوفك قام يونس وراح لأبوه ولما زاره قال لأبوه يونس تعال جنبي أبي أكلمك يا يونس سامحني على كل اللي سويت لك أنت مالك ذنب أنت من حقك تعيش عيشة هنية عيشة مستقرة بين أب وأم لكن أنا ظروفي أقوى من أني أشرح لك هذا الشيء بأقول لك فقط أني أنا جاي بنك هنا عشان تسامحني يا يونس قام يونس وبكى بكاء يعني قطع القلب أولا على أبوه أنه كان يحلم يشوف أبوه لكن ما شاف أبوه إلا في هذا الوضع بعدها قام يونس كل يوم الحمد لله يزور أبوه على فترات وما تركه إلى أن الله أخذ أمانته وتوفى بدر بعد صراع مع المرض يونس هنا لما مات أبوه حزن قام كل يوم يقرأ قرآن ويصيح أنه ما أتاحت للفرصة أنه يتعرف على أبوه أكثر ولا أبوه يشوف أعيال يونس بعدها سبحان الله بدر هذا لما توفى كتب جميع الأملاك لعياله ويونس نساه فلذلك هذا يونس أصبح الضحية كلها في هذه الرواية الغائب المنسي وكان كل من يشوف يونس مستحيل يصدقون أن أخوانهم أملاك المزارع والمصانع والمتاجر هم هذول أخوانه فهو يضحك ويقول أبوي ما ظرني أنا ظر أبوه وظر أمه وظر أخته وكذلك ظر أمي وظرني أنا وإحنا كلنا دفعنا ثمن زيجته هذي بسبب عاطفة أبوه بدر للأسف فكر بعاطفته وفكر بقلبه ما فكر بعقله ولا فكر شلون يتصرف بدبلوماسية بحيث أنه ما يجرح الآخرين قام يفكر بعنجهية ويطارد وراء رغباته وبدون تفكير المشاعر الغير مشاعر أبوه مشاعر أمه مشاعر أهله وعشيرته بدر المفروض أنه بدل ما يتزوج هذه عائشة لا كان أقدم على هذا التصرف وتزوجها فعليا وهو ما يبيها حتى لو يقدر كان هرب غير كذا سوى شرخ بين أهله وزوجته وعائلته مع أخوانه وخواته الباقين لدرجة أنه حتى لما توفى إلى يومكم ما في علاقة أبدا لا مع هذه الزوجة ولا مع عيالها هذه نهاية قصتنا لليوم أنتظر تعليقاتكم على الفيديو لا تنسون تحطوا لي لايك واشتراك وتعليق على الفيديو